اشتركوا في القناة نقرأ فيه شوية لأنه يبين أنه المسيح شكله خد أكشن النهاردة وكان بيريسبوند الحاجة بتده يحس أنه هي شوية بشوية بتدت تخش في وسط التلاميذ عارفين زي ما يكونوا كده حسن وفيه خطر إبليس كده دخل براسه في وسط التلاميذ وابتده يخليهم يروحوا نحية حتة بداية الانشقاق والخراب وبداية الضايع خلونا نشوف كده الانجيل بيقول إيه وتقدروا تحسوا معايا إزاي أنه المسيح خد رد فعله خد أكشن على طول عشان يوقف اللي حصل ده الانجيل بيبتدي بيقول وجاء إلى كفر نحوم وإذ كان في البيت سألهم بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق مسيح حس عرف أنه كان في حاجة ما بين التلاميذ وهم في الطريق وهم رحين لكفر نحوم والتلاميذ سكتوا الانجيلي قلنا كده فسكتوا عرفوا على طول لأن هم حسوا أن هم كانوا بيعملوا حاجة غلط فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو الأعظم وكأن المسيح كده قال لهم تعالوا بقى تعالوا تعالوا حكولي أنتوا كنتوا بتتكلموا في إيه وهم أتريهم وهم ماشيين في السكة كانوا بيدوروا مين فينا الأعظم ابتدى فكر ذاتي يمكن فكر محبة للظهور فكرة عظمة يخش في وسطيهم لكن المسيح ما سكتش لما لقاهم سكتوا قال لهم أنتوا كنتوا بتفكروا في إيه ما حدش فتح بقه ما يدروش يردوا عارفين زي ما كده ما الله راح يدور على آدم بعد ما غلط وآدم هرب واستخبى ومش راضي يرد دايما كده الخطيئة بتعمل فينا كده تروح ما خلينا مقفولين على نفسنا مش قادرين نتكلم ومكسفين ده اللي بنسميه خزي الخطيئة عشان كده وإحنا بنعمل مطانيات دايما وإحنا وقفين نقول له يا رب لك المجد والعظمة والقوة والجلال ونما ننزل بوجشنا على الأرض نقول له ولنا خزي الوجوه إحنا مكسوفين من خطيئتنا فأنا مالقام ما ردوش محدش فتح بقه الإنجلي يقول لنا كده فجلس ونادى الاثنى عشر قالوا امتب تعالوا بقى راح قاعد تعالوا بقى الموضوع ده مش هينفع يعدي كده الموضوع ده يخرب يخرب البيت يخرب الخدمة يخرب الكنايس يخرب كل حاجة موضوع ان احنا نسيب مين العظيم اللي فينا ده يخش في وسطينا موضوع صعب قوي والمسيح did not tolerate it at all لا راح قاعد وهاتوا الاثناشر وتعالوا ندع عليهم كلهم وقال لهم ابتدع عرفهم بقى انتوا حكمتوا وتحجقتوا ما بين بعض بالمقييس بتاعة العالم العالم بيدور على مين هو الأعظم مين هو الأقوى مين هو الأعلى دي الطريقة اللي بيحكم بيها العالم العالم يدور على الأفضل دايما عارفين حتى في في البيزنس نما يبقى في في حاجة اسمها مناقصات تندرس كده نما يبقى عايزين يعملوا شغل يقول لك this was the best effort the best offer أفضل عرض هو اللي قبلناه أقل سعر وأفضل مميزات العالم دايما عايز الأحسن اللهم أنتوا فكرتوا في الأعظم لأنه دخل فوسطيكو فكرة عالم you are looking for the best the better the highest حتى في الرياضة العالم دور يعمل أولمبياد عارفين الأولمبيك theme أو إيه الشعار اللي بيسمونه the highest the longest the further the better the best الأعلى والأفضل قال لهم دي ثقافة العالم بس إيه رأيكم بقى دي مش ثقافتي أنا أنا ما بدورش على الأفضل والأعظم والأعلى أنا بشتغل في الايه؟ في التراب والمصدرة والضعيف واللي ملوش قوة لأنه أنا قوتي في الضعف بتاكم قال لهم يعني كأن أنا حاسس كده المسيح لما لمهم قال لهم من تنسيت واللي كنت بعمله في العهد القديم أنا لما جيت أختار ملك في العهد القديم ما اخترتش واحد طويل وجميل وقوي وأنا اخترت إيه؟ اخترت داود أنا لما جيت أختار بصيت للقلب الشكل والمظهر والعظمة دي ما بتفرقش معايا الله بيختار دايما الضعيف والمرزول والتراب والمصدرة وبيقبله وعشان يديهم مثال المسيح دايما كان بيحب أو يدي أمثلة ما سكتش إنه يعضح لهم يقول لهم ما تختروش بعيون العالم اللي عايز يكون سيد اللي عايز يكون الأول لازم يبقى خادم للكل دي الثقافة بتاعتي راح أدهم مثال بقى فيقول لهم فأخذ ولدا وأقاموا في وسطهم واحتضنوا اللي كان حضر الأداس مبارح مبارح كان السنكسار بنحتفل بعيد حد فاكر كان عيد مين مبارح أغناطيوس أغناطيوس الأنطاكي التقليد بتاع الكنيسة بيقول إن أغناطيوس الأنطاكي هو الولد دا هو الولد دا اللي المسيح أقامه في النص واحتضنوا وقال لهم لو عايزين تبقوا فعلا عزماء لازم تبقوا زي الولد دا من قبل واحد من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني ومن قبلني فليس يقبلني بل الذي أرسل يا ترى ليه المسيح شاور على الأطفال في إن فيهم سر العظماء عايزين نفكر النهاردة كده ونطلب مع بعض إنه ربنا يكون بيدينا قلب الأطفال هقول لكم ليه ربنا يكون بيدينا قلب لأطفال زي الطفل العيط دا وزي الطفل اللي بكة دا هنشوف قد إيه إنه الأطفال فيهم جمال إحنا كأدلس كده بنبقى محتاجين نرجع له عشان كده المسيح قال إن لم ترجعوا إحنا بنبتدي كده بنبتدي بالجمال والبساطة في الإيمان ولكن as we go on بنتشكل وبنتغير شوية وبنبقى محتاجين نرجع لعظمة بساطة الأطفال تعالوا نبص على الأطفال بيعملوا إيه نبص على شوية خواص كده نفسنا ناخدها من الأطفال ونتعلمها أول حاجة الطفل يسق في أبوه جدا يسق في أبوه ويسق في أمه ويحبهم ويسمع كلامهم حتى لو مش فهم حتى لو ما يعرفش عارفين لو في طفل صغير كده وجي مرة مثلا راح نحيت فيش الكهرباء ومامته شافيته راح نحيت فيش الكهرباء تقول له نو كهرباء نو stay away الولد يتخض الأول شوية وبعدين إيه خلاص ييجي مدي إيده تاني مامته قل له ها نو نو كهرباء خلاص حفظ هو والعارف كهرباء يعني إيه والعارف فيش يعني إيه والعارف هو بس عارف إنه دي خطر دي حاجة بقت وحشة وماما قالت عليها نو وإيه رأيكم بقى لو جاله طفل صغير يلعب معاه وييجي الطفل التاني يمدي إيده يروح هو عامل زي مامته ولا زي بابا ييجي الطفل التاني يمدي إيده وروحول له نو نو كهرباء وهو لا يعرف كهرباء يعني إيه ولا بساطة في إنه صدق صدق من غير ما يعرف من غير ما يفعص ما يعرفش إن ده طيار من الإلكترونات والنيوترونات وممكن يكهرب ويعمل لكن يعرف إنه اللي بيحبه الشخص اللي بيحبه إذا كان أبوه ولا أمه قاله إنه ده نو يبقى بيعدي الشارع وشايف العربات رايحة جاية ويخايف ومش قادر يعدي لكن مجرد ما إنه أبو أو أمه يمسك إيدي خلاص أنا مش فرق معي مش هبص حتى على دي حيط العربات جاية من اثنين ومش هبص على الإشارة أعدي ولا ما عديش خلاص أنا ماسك في إيد اللي بيطمني دي عظمة بساطة إيمان الأطفال بيصدق اللي أبوي يقوله بيصدق اللي أمه يقوله من غير ما يشكك فيه حاجة تانية حلوة في الأطفال الأطفال ما عندهمش الفلاتر بتاعة التمييز اللي عنده كبار ما عندهمش فلاتر اللون ولا الجنس ولا حتى الديانة ولا ونما يعودوا لو جيبتوا شوية أطفال يعودوا مع بعض في حضانة من خلفيات مختلفة من جنسيات مختلفة ألوان مختلفة حتى لغات مختلفة سبوهم خمس دقائق قتلهم كلهم صحاب بيلعبوا مع بعض ممكن يتخنقوا يشدوا من بعض حاجات ويرجعوا يلعبوا مع بعض تاني عملوا مرة زي بحث كده في صالة انتظار بتاع الدكتور وحطوا ناس قاعدين في الصالة تلاتة أو أربعة وباين عليهم من غير ما خش في تفاصيل خلفيات مميزة حد سواء سواء عن طريق اللون أو اللبس ودخلوا مجموعة من الناس عشرين تلاتين واحد عند الدكتور دول وفيه كرائس كتير فضية لقوا دايما دايما انه الناس بتروح تتجنب اللي مختلف عنه وتروح تقعد جنب اللي شبهه يعني احنا سود زي بعض هنروح نقعد جنب بعض احنا لابسين جلاليب زي بعض هنروح نقعد جنب بعض احنا شكلنا بشكل معين هنقعد جنب بعض الاطفال مش كده الاطفال ما عندهمش الفيلتر ده they cannot differentiate based on color they don't have that filter they are still pure they haven't been وdon't got me wrong يعني انا مش عايز اقول انه التمييز ده احيانا بيبقى مطلوب وكويس لكن الاطفال بيعرفوا يستخدموا ببساطة احنا احيانا بنسيء استخدام التمييز ده او الحكمة وبنستخدمها عشان نفرق حاجة كمان حلوة قوي في الاطفال خصامهم قليل قوي في حد كان قال انه الخصام بتاع الاطفال عمره بعمر دموحهم يا عياد خلص طلعيات خلص الخصام انتهينا ونقعد نلعب تاني ونبقى صحاب شدينا لعبة من بعض تخنيقت انا والولد اللي معايا في المدرسة على حاجة وضربنا بعض وتزعيلنا وتخصمنا وده عياد وده عياد خلاص خلص العياد رجعناهم في نفس القوضة ادوهم دقيقتين هلعبوا تانية مع بعض خلص الخصام لان القلب بسيط القلب مش بيشيل القلب مش مش لسه متشكل بالقساوة بتاعة الخطيئة فيه شوية بيوريتي الاطفال اللي بقى النهاردة يا ترى احنا نقبل نرجع نبقى اطفال ولا لو لو حد قالنا كده النهاردة هناخد الكرامة بتاعتك او بتاعتك او عايزينك توافق على حاجة من غير ما تفكر هيبقى الموضوع صعب عايز اختم معاكو بقصة على حكاية ان انا اقبل ان انا ارجع وزايا الله قابل الاطفال وبيحبهم الجماعات في مصر يعني وينا يمكن هنا الالuniversities والالcollege when it comes to grading they have marks يعني they have percentages 70% 80% they have A B C A plus B plus and so on Back in Egypt معرفش if you remember كان فيه نظام تاني للتقديرات بالذات في الuniversities وفي الكولوجيز لو تفتكروا كان فيه حاجة كده اسمها ايه امتياز this is the best which is the highest تحت امتياز شوية في ايه جيد جدا حلو تحت جيد جدا جيد وبعدين فيه تحت جيد كان فيه واحدة كمان مقبول هي دي اللي انا جيلها عارفين مقبول دي بتاعت التقدير دي بنسبة تسعين في المية اللي ياخد مقبول دي يعني معناها انه كان ايه كان ساقط وتعملت حاجة اسمها احنا بنسميه هنا curving اللي متحنج صعب قوي ففيه جزء جزء كبير من الناس سقطت فthey curve they add percentage كده يدو لكل حد كانوا بيسموها ايه حد يفتكر الدرجات دي كان اسمها درجات ايه الرقفة درجات الرحمة درجات الرحمة فتروح those who've been born and raised they could relate back in egypt you don't get your mark and grade on the phone accessing your account you have to go on the day off and you check the list they print off the lists and they hang it on the walls and there are there are groups so these are the groups دول الناس اللي جابوا امتياز دول الناس اللي جابوا جيد جدا دول الناس اللي جابوا جيد ودول الناس اللي اللي عارف انه عكف الامتحان واللي عارف انه كان غلطان وغالبا سقط واللي عارف انه مايستهلش انه ينجح فكروكو نما يروح يبتدي يدور على اسمه يبتدي يدور فين ناحية المقبول مش هيروح عند الامتياز هو عارف انه هو ملوش في الامتياز ومايستهلش الامتياز ولو لقى اسبه في المقبول يبقى طاير من الفرح واشكرك يا رب دي رحمتك انت رقفت بيا وانا نجحت ويبقى فارح فرحان جدا بالمقبول لانه الاكسبكتيشنز بتاعته ان انا ما استهلش هو ده الطفل مقبول زي ما هو كده وما عندوش اكسبكتيشن للعظمة وللعكس بقى لو واحد شايف نفسه ده انا الامتحان ده قطعته ده الامتحان ده انا قفلته وما سبتش فيه سؤال لما يروح يدور على اسمه هيدور على اسمه فين تحت الامتياز طبعا يعني اقل من كده يعني ده لو ما جاتش امتياز يبقى الدكتور ده مش بيفهم حاجة ولو راح في كشف الامتياز وما نقاش نفسه يبقى يتجنن يرجع للجايد جدا ايه ده معقول انا ما جبتش امتياز طب هشوف الجايد جدا المصيبة بقى لو لا اسمه فين في المقبول يبقى المقبول دي اللي طار وفرح بيها الغير مستحق اللي شايف نفسه حاجة مايفرحش بيها بل بالعكس ممكن يتزمر يتزمر على رقفة الله ورحمته اخر حاجة نفسه اختم بيها خلينا نختم بالفكرة دي انه الله ادينا رحمة ورقفة احنا ما نستهلهاش ونما بنعتمد على زواتنا ونجري ورا العظمة كأننا بالظبط كده بنستهين برحمة الله ورقفته بنستهين بان نقبلنا زي ما احنا وكان نفسه قوي نقبل الرحمة والرقفة دي بقلب طفل ونفرح ان احنا مقبولين ومنكنش معتمدين على زواتنا وامكانياتنا وكل ذات فينا عشان كده لما المسيح شاف الموضوع ده فوسط التلاميذ اتخض انا حاس كده انه خاف عليهم اكتر حاجة تكسر اكتر حاجة تخرب بيت اكتر حاجة تبوص خدمة لما سيب الزات والبرايد والسالفشنس تخش وسط مجموعة كده اقل حاجة هتقسمهم تعمل شقاق تعمل فرقة عشان كده المسيح ما سكتش واخد اكشن وقال لهم بصوا اذا كان دي طريقة اسلوبه معاملة العالم لأ لازم تعرفوا ان انا طريقتي حاجة تانية وراح جاب الطفل ده في النص ووقفه في النص وقال لهم لازم لازم يبقى عندنا قلب الطفل ده لازم عندنا بساطة ايمان الطفل ده لازم تقبلوا الاطفال لانه ان قبلتم الاطفال بالطريقة دي ولو انتوا بقيتوا اطفال هتبقوا مقبولين في عناية وفي عنين القاب في عناية انا بس وفي عناية مش في عناية انا بس في عناية الذي ارسلني كبير ربنا يدينا النهاردة قلوب اطفال تصدق بايمان تحب من غير فلتر تقبل الاخر زي ما هو بغض النظر عن شكله ولونه وخطيته وتعبه ربنا يدينا ان احنا نرجع كلنا ونكون اطفال وللهنا كل ما اجده كرامة من الآن وللظهر والأبد ترجمة نانسي قنقر